مرحبا برزل دوزا اهلا فيك في قراءتك العامة لشهر يونيو جون عندك حذر ولكن حذر لداعي هذا الحذر ممدوح اشوفك هني قاعد تحسب حساب كل خطوة وكل وكل شي قبل ما تدخل في الموضوع اذا كنت مقبل على مشروع او في شي معلوم في بالك فانت قاعد تحسب حسابه من جميع الجوانب وهذه خطوة جدا ذكية منك هذه هي الطاقة اللي بعدها الطاقة اللي انت طالع منها طاقة التمبرانس برج القوس هي ايضا طاقة ان تشوف قاعدة هني اشوفك تعاين مشروع او وظيفة او حتى تحركات في الحياة العملية قاعدة تشوف شنو اللي رح يعطيك افضل مستقبل افضل مردود مادي قاعدة تعاين خياراتك عندك خيارات قاعدة تعاينها وتشوفها من كل زاوية فاقت المستقبل الاميرة العزباء يبدو ان قراراتك رح تكون في مكانها الصحيح لان الاميرة العزباء هي الاميرة اللي تملك كل شيء المال الجمال الخيارات خيارات تكون شوية في طاقة السيوف طاقة السيوف هي طاقة العقل ما تكون عاطفي في الفترة القادمة ما تسمح لأي احد يحسسك بالذنب هذه هي الرسالة وما هي النتيجة ملكة النار ستحصل على الاستقلال او المكان اللي انت لطالما طوحت فيها ورح نبتدي نوضح الكرتات اول شي نوضح فارس الارض الفارس الحذر ست الخماسيات ايضا انطاقة الخيارين اشوفي هني مثل ما قلت لك يا جوزاء ان انت قاعدة تعاين خيارين مشروع متى ابتدي المشروع متى ادخل في هذا التخصص واي مشروع ادخل قاعد فعلا تقيمهم داخلي في طاقة التقييم سبعة السيوف سوري خمسة السيوف خمسة السيوف هي ان نربح المعركة بغض النظر عن الثمن ممكن اوقات تكون طاقة سلبية ولكن مش شرط ابدا في قراءتك العملية اشوفها طاقة ايجابية انت مصمم انت مصمم انت اختار الافضل لنفسك وهذه تقريبا مثل طاقة الثلاث السيوف طاقة اللي ما رح اسمح لمشاعر الاخرين افكار الاخرين رأيي الاخرين يؤثر على صنع القرار في حياتي العملية وين اصرف فلوسي مثلا اذا احد دائما يأتي لي ويتدين مني لازم اضع قدمي على الارض واقول لا لهني وكفاية لان انا محتاج اني استثمر في حياتي المستقبلية ممكن قراراتك تسبب بعض الاذى بعض الاذى بعض الالم الخذلان للاشخاص المحيطين حولك ولكن تأكد انه القرار الصائب من اجل نفسك خلا نوضح الاميرة العزباء 9 الخماسيات انت هني قاعد تقول انا تحملت نتائج انا دفعت اذا كنت متدين من احد او في شخص هني اشوف شخص معين يطالبك ان انت دائما تمدى بالاموال تمدى بالدعم المادي او حتى يتسلف منك الفترة والثانية انت هني قاعد تقول انا كل اموالي جمعتها ورح استثمرها في مكان معين عندي وجهة عندي وجهة انت تشوفني كانما هذا الشخص يشوفك انه انت لا انت كانما بخيل انت تحاول ان تأذيه انت ما تريد التعطيه ولكن الحقيقة لا انت قاعد هني تقول لا انا ما اقدر اعطيك وانك انت تشوف ان لدي الكثير لان الكثير هذا بعد استثمره ومستقبل افضل ولكن هني اشوف عندك خطة على المدى الطويل خطة انتقال خطة حط عينك على مشروع على منصب معين تريد ان تصل في الوقت المناسب ستة هو الوقت المناسب كانما انت راسم لنفسك خارطة عبارة عن ست شهور ست سنوات حاط لك اهداف حاط لك خطوات امامك رح تمشي عليها مخطة لحد ما تصل للي في بالك ثلاثة السيوف نعم تحت هالبرج الاشخاص هذي لين لان قلت لك متعودين على انك دائما انتمدهم بالدعم رح يحسون بالصدمة بالصدمة انه من وين برج الجوزاء اللطيف الطيب لديه هذا الوجه الوجه الاخر الوجه اللي مستعد ان يواجهني فيه ويقول لي لا بشكل واضح وصريح نوضح ملكة النار سبعة الخماسيات انت هنا دائما او في هذه القراءة بالذات هي برج الجوزاء اشوفك قاعد ترد تعمل بهدوء وترد على الاشخاص اللي حاولون يلومونك ويحسسونك بالثم انت مخطط ان تصل الى مكان معين نبتدي بالفارس وننتهي بالملكة هذا يعني مو انتقال فقط في وظيفتك احتمال انتقال حتى في الشركة اللي تعمل فيها المكان اللي تعمل فيه ترغب بتغيير المكان التغيير ما رح يكون بين يوم وليلة من اجل ذلك انت بالحاجة ان تكون جدا حذر حاليا الاموال وان كانت مو كثيرة عندك حاليا وين تستثمرها لان هذه الاموال ما رح تنمو من تلقاء نفسها انت هني قاعد تقول ايضا ما في احد اعطاني شي مجاني يوم من الايام نعم يا برج الجوزاء ما في احد يعطي احد في هذا الزمن شي مجاني دائما يكون لثمن اعطيك فتعطيني اعطيك فانت مديون لي فلذلك انت حريص هذا الخماس اللي في يدك الاموال التعب الاجتهاد حتى اللي حطيته في شهادة معينة في دراسة تريد ان يثمر وقاعد تحميه هنا خمسة السيوف اشوف طاقة حماية ساحميك مهما كان الثمن ساحمي نفسي ساحمي حياتي العملية بعد ثلاث سنوات اربع ست سنوات اريد ان اكون في المكان الفلاني فلازم الحين محتاج احمي نفسي احمي قراراتي واحمي حتى استثماراتي قاعد تعاين مشرط بس مشروع فكرة في بالك تريد ان تصل لها خلال وقت قياسي خلال وقت قياسي قاعد تب تحط لنفسك يعني خطة تمشي عليها ما تحبيهني التأخير راح تمشي بحذر ولكن مب بتأخير كل مرحلة من عندك راح تأخذ الوقت المناسب اللي انت وضعته لها اهني الاميرة العزباء وتحتها المخاطر انت عارف ان انت توق في البداية بالضبط مثل ما قلت لك تقول لهم انت تشوفوني املك الكثير ولكن هذه فقط البداية انا لحد الان ما املك الكثير وهم يشوفون انت عندك دسع الخماسيات الكثير من الاموال وصلت الى مكان عالي من التفوق من المنصب ولكن مقارنة بطموحك انت انت توق في البداية توق ترسم خارطة الطريق لذلك انت غير مستعد وغير قادر نعم والحق معاك انت تعطيهم انت ما وصلت الى مرحلة نظوج مقارنة وين انت حاليا وين هدفك تريد ان تصل له اوكي فنعم لذلك انت شوي ممتنع عن العطاء في هاي الفترة ونعم بحاجة ان تحمي نفسك لان ما في احد رح يعطيك وما في احد رح يحميك غير نفسك قرارك وهو اللي راح يحدد هذا المصير هذي الاشخاص مثل ما قلت لك يتصرفون كانما انت غلط في حقهم او قصرت معاهم او حتى اوهمتهم بشي انت تقول انا ما اوهمتكم انا عندما كنت استطيع العطاء عطيتكم ولكن حاليا هو وقت التغيير وقت اني اوفر اموال او اتوجه لصنع مستقبلي الخاص لما كانت عندي فرصة ما كنت بخيل معاكم ولكن حاليا رح يرون منك او النصيحة انه فعلا تكون واضح من اجل ان يرون منك هذا الوجه الوجه الاخر لبرج الجوزاء دائما برج الجوزاء له وجهين شخصيتين خلي نقول شخصيتين الجانب الطيب والجانب الاصارم الواضح الصريح هذا هي الطاقة اللي انت محتاج ان تنتقل لها طاقة ملكة النار انا اعرف من انا واعرف ماذا اريد واعرف ماذا يجب ان افعل لكي اصل الى ما اريد اهني عندك طاقتين يمثلون لي خمس السيوف وسبعة الخماسيات ان انت تعرف جدا حاسبها من قبل ان تدخل في المشروع اللي انت مقبل عليه انت حاسب وعارف اش كثر رح ياخذك وقت عارف اش كثر رح ياخذ جهد عارف اش كثر رح يستنزف من طاقتك من اموالك من راحتك حتى انت قاعدة هني تضحي براحتك حتى مستعد تضحي براحتك حاليا من اجل الراحة على المستقبل الطويل فانت هني تقول ما في احد قاعد يعطيني شي مجاني انا مجرد انسان للحق ان استثمر في الاشخاص الصحيحين والموقف الصحيح اللي رح يعطيني افضل مردود انت عارفك انا ما هني اشوف اتعامل مع برجوزا يعرف بالضبط متى رح ينتقل او يقدم على الوظيفة الجديدة العمل الجديد الانتقال الى بلد جديد عارف بالضبط متى وين وكل مرحلة تقريبا كم من الوقت رح تأخذ معاه وكم حتى من الاموال امردت باوضاعك المالية عارف ان الوقت عارف ان الموضوع نفسه رح يأخذ وقت وانتظار وباع طويل منك نعم عفي عليك يا برج الجوزاء هذه هي الطاقة المطلوبة منك لتصل الى مرادك ان تضع قدمك على الارض وتكون واضح وصريح اللي بعده رح ننظر الى الجانب العاطفي بشكل عام يا برج الجوزاء رح نلقي نظرة على وضعك العاطفي لشهر يونيو برج الجوزاء الحياة العاطفية لشهر يونيو الكوبين طاقة السولميد طاقة اللقاء التفاهم اخيرا وصلت او ستصل حتى خلي نقول الى تفاهم مع الشريك وتتفقون على امور كثيرة كنتوا في السابق مختلفين عليها كرت القوة برج الاسد هل ستكون يمكن انت يا برج الجوزاء شوية كنت تعاند او مش مستعد للمساومة كرت القوة هني يقول لي انك فعلا رح تكون شجاع تواجه الحبيب او الشريك وتعترف اذا انت قصرت في جانب او اخطأت في جانب رح تكون مستعد ان تعترف او حتى تقول انك غلطة ستة الخماسيات التوازن الاخ والعطاء احتمال لان الشريك في الفترة السابقة اعطاك الكثير او حتى لم يطلب منك الكثير مهن ما قدت لك القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فاعكسها بما يناسب وضعك السيف الاول السيف الوضوح السيف الحقيقة ممكن الشريك هنا الشريك كان ما اخذ فكرة غلط عنك ومستعد انه يأتي في طريقك مرة ثانية يحقق التوازن اللي كان معدوم يحقق العدالة ستة الخماسيات دائما فيها كف ميزان في حقيق التوازن ايضا واخر كرت ستة سيوف ستة سيوف مقابل ستة الخماسيات الستة رقم جيد ممتاز من اجل التوازن قلت لك في البداية التوازن في شخص مستعد انه يدوس على كبرياء اللي كان دائما الكبرياء الغرور هو اللي يقف عائقا بينك وبين الشريك ما اشوف هني كأنما طرف ثالث او كل هذا ما كان الاساس الاساس هو كبرياء هذا الشخص هذا الشخص ما يحب يعترف انه هو غلطان مقصر مهمل وما يحب المواجهة وعندما تواجه ما تضلع معاه بنتيجة في الفترة القادمة هذا الشخص مستعد انه يتعقل في النهاية او اخيرا اخيرا مستعد انه يتعقل ويواجه الحقيقة يواجه الحقيقة انه التقصير كان من جانبه انه هو اللي كان مش مستعد للمساومة اشوفه هني في ستة الخماسيات يريد كل شيء ويريد ويريد حالا بالا ويريد انه هو ايضا يكون المتحكم فيه ولكن في الفترة القادمة ما رح اقول لك انه طباعة رح تتغير امية بالامية ولكن على الاقل شريفك مستعد للمساومة خلنا نوضح الكرتات اول شيء الكوبين اوكي الخماسي الاول هذي الشخص خاف ان يخسرك الحافز له هو الخوف ان يخسرك ويخسرك الى الابد من اجل ذلك هو مستعد الان ان يقدم لك عرض ولكن هذا العرض لا يأتي بدافع الحب نفسه يأتي بدافع التحفيز في شيء يحفز هذا الشخص هل فيه شخص ثاني تقدم لك هل فيه شخص ثاني طرق على بابك او دخل حياتك او سمع انك رح تدخل فيه علاقة مع شخص ثاني من اجل ذلك هذا كبرياء كبير هذا الشخص لا يحب ان يخسر فيه في مواجهة احد يحب التملك بعد من اجل ذلك صار مستعد بين يوم وليلة ان يحقق التوازن اللي كان مفقود في العلاقة ان يكون يعطيك وقت واهتمام وايضا اموال يمكن كان بخير مستعد ان يعطيك في الفترة القادمة ويصرف عليك او على الاقل يكون عادل معاك خلا نوضح كرت القسيات الامبراطورة بوجد الجوزاء انت تعامل مع شخص هو وجود الفول الفول هو الاحمق ترجمته حرفيا انت تعامل مع شخص نوعا ما ليش ذكي اجتماعيا او حياتا يعني يمكن ذكي اكاديميا ذكي مع الارقام ولكن في التصرف في الحياة ليس ذكي وان كان شخص ناضج ولكن مش ذكي دائما يعطي الاشخاص الخطأ او يبالغ في العطاء يسمح للاشخاص ان يدخلون حياته يدخلون يدخلون حياته يأخذون من امواله يصرف على الناس يصرف كثيرا خارج العلاقة خارج المنزل بخيل داخل العلاقة داخل المنزل عندنا الامبراطورة تحت ست الخماسيات الاكثار من العطاء الاكثار من العطاء انزين وجود الاحبق هني يقول لي ان التصرفات كانت خاطئة وكانت احتمال سبب الانفصال بينكم سبب ابتعادك عنه انت هني اشوفك انت مبتعد ولكن حتى لم ترغب في الابتعاد يعني انت مو من نفسك قررت انك رح تبتعد عنه ولكن ما لقيت امامك خيار ثاني خلنا نوضح السيف الاول اربعة السيف انت علمت انت لانك برج هوائي البرج الهوائي هو برج العقل والذكاء انت علمت ان هذا الشخص مجرد فترة ورح يكتشف حقيقة الاشخاص اللي قاعد يعطيهم اذا كان في علاقة ثانية مع الاصدقاء مع الاطراف الخارجية يعطيهم بكثرة وكريم بخيل معك وكريم مع غيرك كنت تعرف بينك وبين نفسك ان كل ما يتطلب الموضوع ان يذهب ويجرب غيرك عشان يعرف قدرك وان ترحل ايضا ترحل الزبات وما بين السيف الاول انت علمت ان ما في طريقة ثانية ما تقدر تكون موجود في حياته او ممكن حتى للمستقبل ما تقدر تكون موجود في حياته وايضا في نفس الوقت هو يكتشف الوجوه الحقيقية للاشخاص المحيطين في اشوف هنا محاط بالكثير من الاشخاص الاستغلاليين الماديين نوضح ستة السيور التعادل برج الجمزة اول شي اهنئك على الطاقة اللي انت على وشك ان تدخل فيها انت على وشك ان تدخل في طاقة لان الشريك هنا لم يستجيب الى طاقة الحب ابتديت معاه في طاقة الحب في طاقة العزيمة في طاقة اللي اريد ان اريك حقيقة الاشخاص المحيطين فيك الاشخاص اللي يحاولون ان يفرقون بيننا الاشخاص اللي قاعدين يستغلونك ما نفع معاه هذا الاسلوب فاضطريت ان تريه مثل ما قلت لك الشخصية الاخرى لك الشخصية الهوائية البكية الواضحة اخترت الحل الصعب ولكن فعلا لم يكن او لن يكون امامك في الفترة القادمة الا هذا الحل ان تدع هذا الشخص يستيقظ من ثباته بنفسه ما تقدر انت توقظه غصبا عنه ما تستطيع تقول لي انظر انظر بيدي املك الحقيقة ما يصير لازم هو هنا يقرر منه ومن نفسه ان فعلا يواجه الواقع يواجه الحقيقة هذا الشخص متعود على نوع من الادمان متعود ان دائما يكون موضع ترحيب او يحسبون لحساب ولكن مش السبب هو الاحترام والحب السبب هو الاموال الاموال اللي يدفعها المسئولية اللي يحملها من اجل ذلك يعشمون كثيرا انت هنا في طاقة التمبرز التعادل قاعد تحسب نتيجة او ما هي الطريقة الافضل اللي تتعامل فيها مع هذا الشخص حتى تقريبا مثل الطاقة الحياة العملية عندك دائما برج الجوزاء انت تحسب قبل ان تدخل في اي موضوع تحسب وتقيم وتحلل قبل ان تقدم على اي خطوة وهذه الطاقة ذكية هذه الطاقة محببة هذه الطاقة من مصادر قوتك انت ابقى عليها لا تفعل انت مو من نوع اللي تفعل الامور بسبب حافز او بسبب انفعال انت لست من هذه الابراج احتمال انك تتعامل مع برج الاسد الابراج 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 الترابية بلكن ما عندنا حل لما في شخص ما يريد ان يحارب من اجلنا ما عندنا حل الا ان نسحب نشوفه هو شلون يحارب من اجل نفسه لوحده صح وفي هني شي انت كنت على وشك الاقدام في عمل جديد علاقة جديدة زواد جديد او حتى مجرد الابتعاد ان تجد لنفسك انت برج الجوزاء هني البداية الجديدة ليست مثل ايضا القراءة العملية اللي مرينا فيها البداية الجديدة انت ما راح تحصل عليها عن طريق الانتظار انت توجدها لنفسك عندك هاي النوع من الطاقة ساعات بعض الامور تكون توجد من اجلنا نتفاجئ ان هذا الشي موجود والفرصة نفسها نفتحت ولكن انت لا الفرص الجديدة في هذا الشهر راح انت تفتحها من اجل نفسك وانت لديك القوة لديك السيف لديك السيف لديك طاقة العقل الذكاء التحليل تقدر تحدد اي مسار اخذ هذا المركب راح يكون في سلام راح اختار الافضل من اجل نفسي عندك ايضا هذه الطاقة في خلال شهر يونيو ان نختار الافضل من اجل انفسنا وما هي افضل الخيارات هل ان اظل اصبر على شخص مش مستعد ان يحارب او يفهم حتى او يستوعب حاليا يتصرف كالاحمق يأخذ العلاقة يمينا ويسارا حال الوقت ان انت اخذ الكنترول يمين ويسارا لانا عندك كرت الاحمق انت هنا اللي عندك كرتين فيهم تحكم ستة سيوف والسيف الاول ان تأخذ الكنترول تأخذ هذه العلاقة الى المكان الصحيح ولكن مش عن طريق سكوتك عن هذا الوضع عن طريق ان تضع ايضا مرة ثانية تضع قدمك على الارض وتقول هذا الموضوع هذا الاسلوب ما هاد ينفع ما رح يكون مسموح مرة اخرى مش مسموح ان تسمح لهاي الاشخاص يستغلونك اذا استغلوك يعني يستغلوني ولكن اشوف ان الشريك في هذا الشهر ايضا رح يمر بفترة اكتشاف من السبات الى سيف الاول رح يمر بفترة اكتشاف الحقائق رح تسمح لها عن طريق شوي ابتعادك رح تسمح لان فعلا يرى الاشخاص على حقيقتهم افضل من ان انت تراوي بنفسك هذا هي الطاقة في حياتك العاطفية خلنشوف الاخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيو اذا انت بنتظر اي اخبار متعلقة بالهجرة بفحوصات بموافقة معينة خلنشوف اللي بطريقي ملكة الاكواب برج الجوزاء الاشخاص اللي رح تتعامل معاهم في الفترة القادمة رح يكونون جدا معجبين بادائك معجبين بشخصيتك معجبين حتى باسلوبك لديهم الكثير من الاعجاب ثمانية الخماسيات معجبين بتفانيك في العمل او بتجتهادك مشرط في العمل ممكن حتى الشريك اذا انت مثلا اقدمت على فحوصات من اجل الحمل الشريك او اي جهي انت تعامل معها الشريك معجب باجتهادك في هاي الموضوع بالتزام مثلا اذا انت تقدم على عمل او على او على موافقة معينة تريد ان تحصل عليها فالاشخاص اللي تتعامل معاهم جدا رح يكونون معجبين فيك اظهر لهم جانب التفاني منك جانب الاجتهاد جانب العمل الاكواب هنا يقول لك اربعة الاكواب اعلم يا برج الجوزاء ان هذه ليست محاولتك الاولى سواء كانت الاجتياس امتحان الحصول على هجرة مهما كان الموضوع ليست محاولتك الاولى ولكن هذه المحاولة ستصنع لك مثل السمعة اللي جدا محترمة مع هذين الاشخاص بسببهم رح ان شاء الله تحصل على مرادك او ممكن اشخاص محيطين فيك يرون اجتهادك في العمل اشخاص انت تعامل معهم عن طريق العمل يرون اجتهادك فرح يحاولون ان يقدمون لك عرض ووظيفة افضل من الوظيفة الموجودة امامك اذا كنت مثلا عندك عائق حتى عائق وانت قاعد تحاول تقدم الى طلب هجرة او طلب انتقال ففيه اشخاص رح يمدون لك يد العون يرونك طريقة افضل من الطرق اللي قاعد تتبعها بشارة جدا بشارة خير انت رح يأتيك شخص متعاطف في الطريق يساعدك ويمدلك يد العون يريك طريقة هني طريقة انت اشوف قاعد تتبع كذا طريقة تحاول توجد لنفسك حل رح يريك طريقة مبتكرة انت كنت غافل عنها ثمانية الاكواب رح تودع ان شاء الله الاسى مرة واحدة اخيرة خلاص مرحلة الاسى مرحلة اشوف هني عندك دائما تكرار تكرر محاولات الحمل تكرر محاولات الدخول الى بلد معين محاولات الحصول على وظيفة معينة دائما تقابل بالراف انتهت انتهت هاي المرحلة فتقبل الطاقة الجديدة تقبل الطاقة ان انا عندما اقبل على هاي الموضوع مرة ثانية رح الاقي صدى اعجاب رح الاقي توفيق ايضا لكن لازم اظهر جانب الاجتهاد الاحترافية انظروا لي كيف اعمل وامل باجتهاد وبثقة واعرف اشلون اسوي الموضوع اعرف عن ماذا اتكلم اعرف اشلون اذا دخلت مثلا الى هاي الوظيفة الى هاي الدولة رح ابدع رح اكون لكم ام ام اكون لكم يعني مثل الشخص اللي يؤثر على هذا المحيط كله بشكل ايجابي اكون لكم عون اوكي اللي بعدها رح ننظر ما هي الرسالة التحذيرية لك خلال شهر يونيو ممكن تحذير من شخص معين او حتى من تصرف بطريقة معينة رح ناخذها the camel boy فتا الجمل يتكلم دائما الجمل او الناقة ترمز الى الارتحال الذهاب في رحلة جديدة رحلة لم يسبق لنا ان ناخذ اليها مثل ما قلت لك طريق جديد يفتح امامك بشكل مبتكر رحلة ارتحال تونى في بدايات خطواتنا small steps الخطوات الصغيرة asking for حل نسأل من اجل المساعدة نطلب الحصول على المساعدة مش عيب مش عيب هذا يتعلق بهذا الجزء الجزء اللي رح يأتون اشخاص في طريقك يساعدونك ينبهونك ان مثلا في زواجك لا تسوي الامر بهذه الطريقة في العمل لازم تسوي هذه الطريقة من اجل الحصول على التأشيرة يجب ان تسوي الامر بهذه الطريقة في طريقة جديدة وايضا تكرر عندنا لا تنسى 3 زائل 3 6 تكرر عندك رقم 6 في القراءة رقم 6 هو تحقيق توازن جميل في مرحلة حالية عندنا توازن جميل اللي زرعناه رح نحصده واللي حين نحصده رح ايضا مثل ما ذكرتك في الجانب العملي تعيد استثماره من اجل المستقبل جهودك قعدة تضاعف الستة هو رقم تضاعف لانه يضاعف فيه رقمين الاثمين رقم اثمين يضاعف في الستة وايضا رقم ثلاثة يضاعف في الستة فله تأثير عجيب على جهودك كل جهودك ستتضاعف في الفترة القادمة او سوري النتائج مش الجهود النتائج النتائج رح يكون تأثيرها مضاعف في الفترة القادمة فلا تخجل انه انت تطلب المساعدة لا تخجل انه حتى انه انت متبع اسلوب معين وتضطر انك تغيره في اخر لحظة تغير تفكيرك تغير توجهك الوجهة تغيرها ابدا مش عيب العيب ان نضل على طريق ما عاد يعطينا او ما رح يوصلنا الى مبتغاننا خلي نشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي رح تحتاجها خلال شهر يونيو هذا الكارت سقط ستارفش ستارفش النجمة عنصرها مائي ستارفش تعني لك اظهار النفس دائما ستارفش او نجمة البحر ترمز الى الجمال الصبحي الطبقة الخارجية برد الجوزة انت مضمونك جدا غني مضمونك طيب لديك القدرة داخليا لديك القدرة ولكن احرص ان خلال شهر يونيو ما تخجل ما تكون في طاقة الانسحاب او طاقة الاختفاع عن الابواء لا لازم تكون في طاقة لازم يشوفوني لازم يشوفون قدراتي انظروا الي ايشلون قاعد ابدع انظروا الي ايشلون قاعد اجتهد انظروا الي قدراتي لازم تظهر قدراتك الى السطح اذا ما ظهرت الى السطح ما راح الاخرين يستطيعون ان يشوفونها لا تخجب او كعدي برج برج اشتركوا في القناة